إلينا عبر الهاتف سيد عبدالقادر أحوالي عضو مجلس الدولة سيد عبدالقادر أهلا بك هناك تساؤلات عن الموقف الرسمي الآن للحكومة ومؤسسات الدولة من هذا القصف المستمر والمتواصل منذ بداية العدوان وحتى الآن ودعني أقول منذ بداية توقيع اتفاق الوقف اطلاق النار من قبل حكومة الوفاق وإعلان سرايان هذا الوقف أيضا منذ الإعلان عن المشاركة في جولات الحوار ومن ثم تعليقها لم يتوقف هذا القصف سيد عبدالقادر أنتم في مجلس الدولة ما موقفكم؟ بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله أرحب بكم وضيفة ومشاهديكم وقناة القناة طبعا هو المقف شامل لجميع التور نحن نرفض هذا ونطلب من الحكومة طبعا طلبنا عدن رارة ومتكرارة من الحكومة ولكن الحكومة على المسموع لديه أنها بدأت قبل هذا القصف اليوم والحمد لله يعني أن تأتي متأخرا خيرا من لا تأتي أن طلبنا أن يتم رفع الحالة الليبية إلى محكمة العدل الدولية لكي يتم معاقبة المجلسين ومعاقبة من يدعمهم والحمد لله بدأت المجلس الرئاسي بتكريف وزارة العدل ووزارة الداخلية بالتمرار على ضوء التقارير التي أعدتها اللجنة هناك لجنة مشكلة من المجلس الرئاسي برئاسة وكيل وزارة العدل لشؤون حقوق الإنسان وقدمت في السابق تقريرين للحكومة والأسف حتى الآن لم يفعلوا والآن سمعنا هذا الأسبوع بدأ تفعيلا إن شاء الله التقرير الثالث فيصدر نهاية هذا الأسبوع وهذه التقارير الحقيقة بالأمانة نحن تأضامز الدولة طلعنا على جزء منها وتم تحويلها إلى الفريق الأسحال في الأمريكي الليبيا الذي يدعم بعض القضايا المدنية المرفوعة ضد هاجع ميات الجرامية وممكن الأسبوع القادم الجمعة القادمة بالتحديد بعد أسبوع من الآن يتم الحكم في القضية المدنية المرفوعة في أمريكا وأيضا نحن طالبنا بعث الأم المتحدة وتم فعلا تعليق الحوار بالنسبة للمجلس الأعلى للدولة حتى يكون هناك تقدم في المسار العسكري وإضلاق نار حقيقي وعودة الألحين وهذا ما نسع عليه ولكن ما حدث اليوم هو تأكيد نظفنا بعدم الدهاء في الألحين نعم يعني سيد عبد القادر البعض يقول بأن أكثر مواقفكم قسوة كانت تعليق المفاوضات يعني حتى عدم رفضها أو إلغاء المشاركة فيها أو رفض المشاركة فيها بالتالي هذه المواقف وأيضا مسألة التقارير يقول لك قائل لا تحمي الأبرياء ولا تحمي السكان ولا تحمي المدنيين ما يحمي المدنيين هو قرار حازم من الحكومة يدعمها فيه مجلس الدولة أو يعني يحثها على اتخاذ هذا القرار ويضغط عليها باتجاه حسم المعركة على الأقل في أحياء جنوب العاصمة طرابلس لحماية المدنيين هذا طبعا بالنسبة للخروج من التفاوض أي مشكلة أي عملية في نهايتها ستجلس بالتفاوض طبعا هذا الخروج من التفاوض أو طلب للرفض التفاوض هذا يعتبر قرار غير سياسي غير حكيم ولكن تعليقها العودة إطافها أما أنك ترح أنك لا تريد التفاوض فهذا قرار غير سياسي غير حكيم وأن بالنسبة للوضع العسكري إذا كان فيه إمكانية لن نبدأ أي جهد أن ننحر أو ندير ولكن هناك تبعات كما تعلمون دخول الفاغنة الروسية أعطى لهذا المجرم يعني نفس طويل وستطاع أن يتقدم ووصل إلى صلاح الدين يعني الحقيقة ما أنقذنا إلا هذه الثورة المباركة التي دمح الزكية التي تسارت أذية يعني الله طبعا أولا ثم الاتفاقية الأمنية التي وقعت مع دولة تركيا ودولة تركيا لا تستطيع أن تدخل معك مباشرة لأنها هي إجتماعات دولية وهناك مشاكل أخرى وهناك ارتباطات أخرى وهناك مؤامرة ربما كانت يعني لإجهاض الجيش التركي في ليبيا ولكن الحمد لله نحن نشتغل بتكتيك يعني عن طريق الشريك الأمني هذا وإن شاء الله ربما الأيام القادمة لا تكون في أخبار أفضل مما هو عليه الآن نعم شكرا لك سيد عبد القادر حويلي عضو مجلس الدولة